وكيف لا وفي مجموعتنا أو اللي يحدث لنا الفارق مو صلاح محمد صلاح النجم العلامي الكبير اللي لفت الأنظار والاهتمامات مش بس يعني مباش غريب ولا جديد إن أنت تفتح أي جرنون تلاقي كاتب سياسي بدل ما كان مهتم بالوضع السياسي العام وبكل قضايا المنطقة سايب كل اهتماماته وبيتكلم عن محمد صلاح والمنتخب هي دي قيمة النجم وقيمة كرة القدم وقيمة توهج لاعب بهذه القدرات عندما يستدرج لاعب كاتب برصانة الأستاذ حمد رزق يعني عشان يكتب عنه كتاب الحقيقة مع انطلاق كاس الأمم الأفريقية الصديق العزيز والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حمد رزق رئيس تحليل مجلة المصور السابق والإعلام الكبير دلوقتي له برنامجه الكبير في صدى البلد أهدى المكتبة العامة مش المكتبة الرياضية بس كتابه عن محمد صلاح واختر له عنوان مصلاع الهتاف الإنجليزي لكن عشان تعرفوا قصة الكتاب تعرفوا من خلالها ليه حمد رزق كتب هذا الكتاب وإيه اللقطة اللي فرضت عليه يعمل هذا الكتاب أعدى في قهوة حسسته بقيمة محمد صلاح كتب حمد رزق في قصة هذا الكتاب بقول كنا جلوسا على المقهى منكمشين في ثياب سقيلة اتقاء زمهرير الشتاء نتابع بشغف المباراة ليفربول وبرتسموس بس فجأة قفز في وجوهنا شاب من شغيلة مطاعم التكاوي القريبة من المقهى مشغوفا وعلى عجل قفز الرصيف كالأرنب البري وتسمر أمام الشاشة الصغيرة حدق فيها يكاد يخترقها اطمأن على فوز ليفربول ثم استدار في مواجهتنا متسائلا بلهفة صلاح جاب جوان في نفس واحد آه الجول الثالث فأتى عجبا تمت مناظرا إلى السماء الحمد لله وقبل يده اليمنى والشضاء وانصرف تاركا دهشة لا تزال تؤرقني وإن كنت لاحظت أنها لم تؤرق غالبية الجلوس على المقهى كلهم كده كانوا متوقعين هكذا صلاح بيقول الحمد الرزق هكذا صلاح صار ظاهرة مجتمعية فريدة تستر على الانتباه تجاوز شعبية كرة القدم إلى محبة مجتمعية يحبونه بشغف يحصو الضعاء وحب الملايين في الريف والحضر وخارج الحدود صلاح يحوز ما لم يحوزه كل أساطين الكرة والفن والأدب والثقافة بل والسياسة أصبح حالة مصرية تتجسد حبا البسطاء يحبونه دون تحليل للظاهرة والمثقفون يحبونه ويسعون لتحليل الظاهرة والفريقان بسطاء ومثقفين يعشقون صلاح وعلى طريقة أحبك حبين حب الكرة وحبا لأنك أهل لذلك جمع صلاح بين الحبين حب البسطاء والمثقفين معا والله تلخيص رائع هذا التلخيص وهذا الكتاب وهذه اللقطة وهذا الشاب بيمثلنا جميعا والله كلنا بنقعد نسأل صلاح جاب الجوان النهاردة ولا لا هذا يلقي بمسؤولية ثقيلة جدا على أكتاف هذا اللاعب هو لاعب ستوقف عنده التاريخ ليسه وهو في الملعب فاق ولكن خارج الملعب وبعد أن ينهي مشواره هذا اللاعب عليه مسؤولية أن يكون قضوة يتعلم منه الشباب الصح والغلط